نظمت الكلية العسكرية والتكنولوجية مرسم تخريج للدفعة رقم سلاثة فنيين المؤهلين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد إتمام دورتهم التدريبية وقدم الخارجون عرضا تضمن حلقة نقاشية تناولك عددا من أبرز المشروعات القومية المنفذة بواسطة وزارة النقل وأهميتها في تحقيق التنمية المسدامة للدولة المصرية أعقبها إعلان نتيجة الدورة واختمت الفعاليات بتكريم عدد من المتميزين وتفقد عدد من مشاريع التخرج التي أظهرت المستوى المتميز الذي وصل إليه الخارجون ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة